السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي كتب غيت حضر الشفنج ولكن ما كيجيكش مفشفش من الداخل اما كيجيك مدقاص ولا كيجيك مشرف الزيت لهذا غنحضر معاكم الشفنج ديال التصى ديال الطماطم اللي غينسيك في جميع الطرق اللي سبق لك وحضرت بهم الشفنج كيجي مفشفش مهوي ومجعب من الداخل غيخليكم تولي ومحترفين في الشفنج كما تعودنا منسوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وطبخ لكم على المقادر وكافية تحضير بسم الله على بركة الله الوصفة ديال اليوم غا نحتاجوا فيها ان شاء الله اربعة ديال كؤوس ديال دقيقة اللي هي اربعمائة جرامة يمكن لكم دقيق ديالكم توزنه بالميزان كما يمكن لكم يعني يتخذوا كيال قياسات غير بالكاس اني عندي كاس ديال العنباء ولا كاس شاي المغربي وبالنسبة للدقيق يمكن لكم استخدموا اي نوعية اهم حاجة الدقيق سيكون رطب يعني كيك تقصوا في اليد ديالكم كتلقواها راطب يعني ماشي دقيق حراش كذلك هنحتاجوا ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وملعقة صغيرة ديال السكر اللي كتبقى اختيارية طبيعة الحال يعني الحلوة يمكن لكم اكي هاد الملعقة استبدلوها بالعسال ولا استغنوا على الحلوة نهائيا وكان عجنو الحجينة ديالنا بالمال اللي كيكون دافي المهم بالنسبة للسخونية ديال الماء وكذلك الكمية ديال الخميرة كتبقى معلقة بالجو يعني في حالة كيلك الجو سخون قلو الخميرة والما ديروها غير دافية نغرم ميت ويلك الجو بارد كترو في الخميرة شوية والماء يكون ساخين باش هكي العجين ديالكم تحكموا في الاختمار دياله وكان بدو نضيفو الماء غير شوية بشوية وحنا كنعجنو في العجين ديالنا بحالة شكال بالنسبة للكمية ديال الماء تقريبا غندخل جوج ديال الكؤوس غير هي خليكم معي ان شاء الله باش تفهمو جميع التفاصيل اول حاجة في الول العجينة ما ما كنخفوهاش لاحظوا معاي القوام دياله كيكون هكي بحال العجينة ديال المسمين كتكون هكي تلتعسق شوية في اليد بالنسبة لجوج ديال الكؤوس تقريبا نبقى لي منم هنا يا ربع كاس بالنسبة لهاد الماء غنحتفظو به كنغطي العجينة ديالنا بواحد القطعة ديال بلاستيك وغنخليها ترتاح تقريبا هكي واحد عشرة ديال دقايق يعني كتختمر غير نص ديال الاختمار وهنا يا بالنسبة لك الماء اللي بقى لنا كنصخنوه وغرجو ان شاء الله هنكملو به بالعجين هنا يا خليت نفس الكمية ديال الماء باش اه يعني تشوفوا معي الكمية ديال الماء اللي دخلت بالضبط لانا كين معنا مبتديئات اللي خصمك هيا المقادير يكونوا منضبوطين يعني وخا غير كنقربكم شي شوية لانا دائما كيكون هيا الاختلافة كافي الامتصاص ديال الدقيقة كاف واحد شوية ديال ما زايد ولا ناقص المهم في هذه المرحلة هادي اللي لاحظتم معي في اللول ما اضفتش الملح غنضيفوك الملح اللي كتبقى على حساب الدوقة واحد ملعقة كبيرة ديال الخال يعني ممكن لكم استخدمو الخال العادي الابيض اللي متوفر عندكم وغنكملو ان شاء الله بالعجنة بالنسبة لهاد العملية هادي اللي كتخليوها كيالعجينة ديالكم ترتح يعني هاكي واحد شوية وعاد تكملو عليها بالعجنة يعني كتخليها كيالسفنج ديالكم كيجي مهوي ومفشفش ومجعب من الداخل اكتر والعجينة بحلي كترتح وبني كتزيو تكملو عليها بالعجنة يعني كتلقوها كيال مطاطية والضغية يعني كتتلك يعني ما غا تحتش منكم اكيال واحد المجهود باش كتبداها كيتخرج لكم الفقاعة وكما كانعرفو السر اللي كيخليها كيالسفنج يجي مفقع من الداخل هي العجينة اخطنا نخبطوها مزيان يعني حتى كتبداها كيالدرنا الفقاعات ولكا تدخل الهواء لاحظو معاي كنبدا غير كننفز كيالاطراف ديالاصابيع في داك الماء مالافضل تيروك كيفشيز ليفا وكتبداو تخبطو في العجينة يعني هنا زربت لقطة طبيعة الحال باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف ولكن خليط الفيديو كيمة هو باش تفوش جميع التفاصيل فقط مزرب وكنبداو هكيان خبطو الا لاحظو معاي رابدو كي تكونوا انها كيال فقاعات اهنا يا كنحاول ما نزربش اللقطة باش نوريكم جميع التفاصيل لاحظو معاي بنفس طريقة كنبداو هكيان خبطو حتى كيبداو هكي تكونوا نبز زاف ديال فقاعات في العجينة وفي نفس الوقت العجينة كتبليها كيار طبا وكتب ديها كيات هراب الكملية ديالكم يعني ما كتبقاش تلتسق في اليدين بحلول المهم هي يا حبائي فانا كنبغي هكيان شرح جميع التفاصيل يعني كين معانا هكيان مبتديئات في القناة يعني كيحضروك الوصفات الاول مرة كان بغيش راحلم جميع التفاصيل اما بالنسبة الناس يعني ما شاء الله اللي مول فين يحضرو الشفنج راعار فين طريقة ديال عجين دياله غير هي كين بعض الاختلاف ننصحكم بها الطريقة هادي بصراحة كتخلي السفنج يجين فقاع اكتر وهكي العجينة ديالنا كتكون صبحت جهزة لاحظوا معاي القوام دياله كتهزوها كيان كتلقوها مشي عجينة خفيفة وفي نفس الوقت يعني مشيها كايا قاسحة وكيما اذكرت لكم كاتهرب مليا دين يعني مني كان بسطها كي ولا كان ضغط عليها يعني كاتهرب مليا دين ديالي بالنسبة للجوجي الكؤوس تقريبا بقت لي هنا يا ملعقة هذا كيبقى غير على حسب الامتصاص ديال الدقيق كندهنوا بوح شوية ديال زيت نباتي وكارجع نوريكم القوام دياله يعني ربين كنقطعوا العجين ديالنا بقطعة ديال بلاستيك كنخليوها في هاد المرحلة هادي حتى كتختامر ويتضعف الحجم دياله وعلى بركة الله هنا كنجيبوها كيشي سينية وكندهنوها مزيان بالزيت كم يمكن لكم اكا يديرو غير شي قطعا ديال بلاستيك وكتبدو تكورو في العجينة ديالكم انا لاني العجينة ان شاء الله والشفنج ديالي غنطيبو في في الطاصة ديال الطماطم لهذا غنديرو آآ كويرات صغيرة ورين لاحظوا معي يعني بالنسبة لهاد الكمية هادي اللي عندي غنقسمها السباتاش ديال القيطاعة ومنية تكونوها كيكا تكورو العجينة يعني حاولوها كيتجفدو غير مطرف باش هاكي العجين كيبقى محافظ على القوام ديالو في حالتها كيلكتو غطيبو العجينة ديالكم اكييفشي مقلاة ولا هاكييفشي كسرونة يعني الحبات كيبقى على حساب الدوق ديالكم ولكن ننصحكم بشفجد ده ها الطاصة هادي كيجيقي ما في الراوعة مباشرة غنبدو ان شاء الله في الطياب بالنسبة لعجينة ديالنا كنغطيوها كواحد القطعة ديال البلاستيك باش ما كتنشفش معانا وكنبدوهم الحبات اللولين بعد ما كنكورو العجينة كنوريكم هني الشعلة يعني بالنسبة للشعلة ديال الطاصة اللي كيكون فيها زيت كتير كتكون شوية زيدة اما بالنسبة للمقلة كتكون مهيلة كنخليو الزيت ديالنا حتى كيسخون على شعلة اللي كتكون مهيلة باش ما كترتفعش الحرارة ديالو كتار ما الحساب وكنبدو نشكلو بحالة شكل هلا يعني كتقبو العجينة ديالنا كنوضعوها في المقلات اللي كيكون فيه الزيت قليل يعني هنيا كنحاولو كيان انقدده كيالا التقب ديال الشفنج باش كيجيناها كيانقد وكنخليو الحبه حتى كتشد راسا عشي شوية بني ماشي كالطيب فقط كتماسك لاحظو معي بحالة شكل ومباشرة غنهزوها وكنوضعوها في هادة الطاصة ديال الطماطين بحالة شكل هدايا وكنضغطو عليها مني كتضغطو عليها تهفض يعني را كيطلعو ذاك الفقاعات وكتنطفخ ما شاء الله وشفنج ديالكم كيجي منفقح المهم يا يحبائي هدي كتبقى مجرد فكرة حبيت نشاركها معكم وكتجي رائعية نسفنج ديالك كيجي قيمة في الروعة بالنسبة الناس اللي ما بغوش هكا يستخدمو هادة طاصة ديال الطماطين كما اذكرت لكم كتبقى مجرد فكرة يمكنكم هكا يستخدموه كيشي كسرونات كون غريقة ودلو في هكا كمية ديال الزيت كون صغيرة وشفنج ديالكم ضغطو عليه يهبط في الزيت باش كيطلع ذاك الفقاعات يعني ما كتحتاجوش هكا يتخوع له الزيت بالملعقة نهائيا بالنسبة لها الطريقة ديال القلي فهي كتخلي الشفنج ديالكم يجي اكتر من رائع يعني كل ما ضاقو ولا شافو غايتعجب لها التفقعات وعلى هاد الشفنج كيفاش كي يجي مفقع وانفش فاش وطبع اعت الحال حتى الطريقة ديال الخدمة عندها دور كبير ما عليكم الا تطبقوا الوصفة كما هي يعني لا بالنسبة للعجينة ولا بالنسبة لطريقة ديال القلي وكونوا اكيدين غا ترجعوا محتريفين في الشفنج لاحظوا معي هنا يا كنوريكم لقطات كما هما يعني كنضغطو هكا بالملعقة بحيث الزيت كيطلع فوق الحبة ديال الشفنج وهكا كنتنتفخ معنا وكما اذكرت لكم كيبقى على حسب متوفر يمكن لكم استخدمو هاد الطصة ديال الطماطيب اللي متوفرها في جميع البيوت خصصان دبيال لدهز رمضان كما يمكن لكم هكا تستخدمو كسرونة ولا اي اينا يكون غريقش شوية باش منيك تضغطو على الحبة ديال الشفنج الزيت كيطلع فوق منا وهذا هو الشفنج اللي حضرت معكم اليوم نكون شاركتو معكم ملو والحزن لخار بكل اسرار رضي النجح ديالو اللي غاي خلي ان شاء الله الشفنج ديالكم يجي ينفقع وكما اذكرت لكم دوليهم محتريفين في الشفنج المهم يا حبائي لاحظوا معي بعد الحبة كيفاش كتجي كتجي خاوية من الداخل والشفنج ديالنا كيجي خفيف ومهوي ما كيجيش مشرب الزيت نهائيا كيجي ناشف نصحكم جربه شفنج ساهل سريع فتحضر ديالو وإلا حضرتوه تكلوه بالصحة والرحة هكا مقلي إلا نودعكم وإلا كتمازالين كتشاهدوني حتى لها دقيقة شكرا بزاف للمتابعة ديالكم شكرا على الدعم ديالكم مستمرة نطلقى من شاء الله في فيديو آخر وصفة تانية نه سلاما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة